فدي تلات مكونات للأخلاق القيمة المعنى اللي عندنا ثم الإرادة والنية اللي بتحول الخلق إلى السلوك يبقى تلات حاجات قيمة وإرادة وسلوك فعشان أتحلى بالأخلاق لازم يكون عندي قيمة عاوز أحققها وعندي إرادة مدفوعة بالنية عشان أنفزها وعندي السلوك اللي بعمله علشان أحقق القيمة دي فالتفاوض هنا مش التفاوض على القيمة اللي هي الخلق نفسه اللي هو المركز بتاع الخلق لكن التفاوض على إيه؟ على السلوك إن السلوك ده مش هينفع يعني مثلا على سبيل المثال عايزين نتفاوض إزاي لما نيجي نقرر إن إحنا هنشتري حاجة أو نبيع حاجة في البيت نبقى الرأي مشترك فهي المسألة التنفيذ هيبقى إزاي فإحنا بنتفاوض على التنفيذ مش بنتفاوض على قيمة إن فيه احترام متبادل بيننا بالعكس ده الاحترام المتبادل بيننا يحصل لما نتفاوض على كيفية العمل بالسلوك ده لما نكون في أول الجواز لما نكون بقى بنجدد زواجنا نتفاوض إزاي هنتعامل مع الأولاد إحنا كل واحد فينا بيشوف إن الأولاد لازم نتعامل معهم بحس إن الحس ما يكسر الأولاد بس إحنا في الآخر خالص إحنا أولادنا دولا مسؤولين مننا بس في نفس الأولادنا بنا أدمين ليهم حقوق ولازم نحترمهم آه يعني ننسبهم لغاية ما يبوزوا لا إحنا مش نسيبهم لغاية ما يبوزوا بس لازم في الآخر خالص نخليهم حسين إن هم بناء أدمين يستطيعوا إنهم يكون عندهم حرية وعندهم قادر من المسؤولية بس المسؤولية متزنة آه كرمة المسؤولية المتزنة جتا فنيجي نقعد نتناقش لغاية ما نوصل يعني إيه مسؤولية متزنة هو ده اللي إحنا عايزين نوصله بالتفاوض يبقى التفاوض إحنا دلوقتي هي بتقوله ما ينفعش خالص 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 عندك أي مشاركة في أي أعمال لتطوعية أو أي أعمال بتنفق فيها أموال غير بما تسمح به الميزانية فقال لها طب ومنين عتيجي البركة قالت له يا سيدي البركة إن أنت تكفل بيت الأول قال لها بس أنا محتاج أن احنا كمان أحس أن احنا لنا دور في حياتنا في حياة الناس طب وحياتنا مش لازم تستقر الأول أي وضاة ما يعرضش استقرارنا بالعكس ده يبقى إيه اللي هيحصل تعالوا نحدد وتعالوا نحط الرنج وتعالوا نتفق عليه وهو وضاة اللي احنا نخرجه ونتكلم على إزاي نكون في البيت بركة وفي نفس الوقت ما يكونش في البيت تهديد دايماً هتلاقي المرأة بتتبص على فكرة تأمين البيت واستقراره والراجل بيبص على إن البيت مستقر ولكن إحنا محتاجين دايماً نجيب عندنا عواطف ومشاعر ومحبة مع بعض لو هنقدر نجمع على رأيين دولة إن إحنا نستطيع مش دايماً نلتقي في منطقة وسط لكن ممكن في معنى ثالث إحنا مش واخدين بنا منه ممكن يكون هو دات اللي إحنا بنوصل لليه وأقول لكم بعض الأمور المهمة اللي ممكن توصلنا في مهارة التفاوض أنا طلبت أمثلة تعالوا نشوف نوصل للحلول اللي أنا أعطاها دي إزاي في خطوات لمهارة التفاوض الزواجي